اخر التطورات بعالم التكنولوجيا اليوم مع زميل فادي سمعان موزور اجان موزور اجان صباح الخير لكل المشاهدين مثل ما كنا عم نحكي اليوم عشيء تسير ومشاكل على الطرقات وهالعجرة اللي عم تعمل سترس هبتسبب هالسترس للعالم رح نليقي لحل والحل رح يكون بين يعني سبعة لعشر سنين ماكسيموم لانه في شركتين ايتال ديزاين وايرباس اشتركوا لحتى يعملوا طريقة جديدة للتنقل طريقة كتير مخضومة وحلوة كتير هل رح نشوف كمان بالفيديو عنا هالطريقة هي هالسيارة هالسيارة اللي هي لشخصين بالتحديد معمولة من كاربون فايبر لحتى تكون وزنة كتير خفيف كلها كهرباء مية بالمية يعني ما في تلوث زيرو تلوث الحلو فيها انه هي على بيس معينة على البيس الدولي هي فينا نقول قمرة قاكبت صغيرة وهالقاكبت اللي حلو فيها انه بوقت ما يعجو السير انت اول شي هالسيارة بطلبية ثرو أبليكيشن يعني انت وقادي بالبيت بدك سيارة بتطلب السيارة بتجي لعندك سيارة لانه هي بتسوق حالة لحالة بتجي لعندك بطلعي بالسيارة هي بتعطيك كل المعلومات عن حركة السير عن الطريق اللي راح تسلكية كل هدول الأمور وانت باقدي بالسيارة وعليقتي بعاجئة السير والسيارة إذا لحصت كل أزاز من حواليك بتقدر تقشع الطريق بكل وضوح كان كادي وراء شباك البيت تقريبا انت وصلت وكان في عاجئة سير فيه أيرباس عن الفكرة التانية اللي هي هالدرون الكبيري بتاخد الكوكبت بتشيلها عن الشاسي تبع السيارة وبتنقلك للمكان اللي انت بدك تروح لقلو السيمبل أزادت السيمبل أزادت كتير سيمبل لدرجة والحلو بعد أين بدأ تصير عني هي بحي تصير لكن برج حمود على الدورة وانا اللي كتير حلو فيها انه بحيال لوقت بحيال لحظة انت ما بقى ما قادر تتحمل عجل سير أو العجل كتير قوي فيك تطلبي الدرون تيجي تحمل تحمل هالكوكبت وتاخدك والسيارة الشاسي تبعها لدوليب هي بترجع بتروح لحالة لما كانت ترجع تشرج عن جديد قد مهمة للإرجانسات ولا مرة حدا بيعلقة ساعتها لما بيكون وتحيي لكل عداء الصليب الأحمر لما بيكون سيارة صليب أحمر أو أمبولانس مرأة على الأوتوستراد وعجل تسير عن جد قديش صعبة صحيح فهيدي بتحلل المشكلة بتحلل المشكلة بالوقت الحاضر بدنا غير سيارة مية بالمية بالوقت الحاضر هي بس لشخصين مثل ما قتع بقلك وهي أنت بتعطيها للكوردينيش أنت بتقدي لها ومن بدك تروحي وهي الحالة رح تنقلك بلا ما أنت تكون عم تعملي أي شي رح تستمتعي بس بالرائد يعني بكل الأحوال حجمة كتير صغيرة السيارة بالوقت الحاضر نحكي طول حوال المترين مترين ونص عرض متر ونص وارتفاع متر ونص شخصين بيساعدوا فيها بكل سهولة بيقدروا يتنقلوا والمشروع عملوا له تستات ومثل ما أقولك من سبعة إلى عشر سنين ماشي يعني رح يكون صحيح رح يكون عب يتسوق وموجود وين بأمريكا؟ اسمها بوبوب هي أيرباس يعني عم نحكي يوروب فينا نقول بالتحديد شوف هدول الشاسي سيارة البلا الكوكبت يعني دوليب بس مع الشاسي اللي بترجع بتروح لحتى تشرج عن جديد التو سيستمز بيشغلوا على البطاريات هالبطاريات بتشرج فما عندك أي مشكلة بيتلووص الجو نوسترس الحياة حلوية مية بالمية مية بالمية وهي ثلاث قطع مثل ما شفنا رح نرجع وهي كانت هلأ بموتور شو بجينيفا فنعرضت ونحكي عنها جدية جدية كتير القضية صحيح كمان للتنقل وهي كمان هلأ بتفيدنا لأننا عنا برك كتير مشكلة مالشي رح ننتقل كايندوف جدسكي بس هالجدسكي تعرفي أكتر شي مزعج فيها هي صوتها إذا أنت بالمية حواليها الصوت طريقة هي فينا نقول فيها تلوص لأنها تستعمل البنزين يعني كمان في مشكلة بالمحيط طبعا بالإنفايرومنت فكرة الجديدة وكمان خبرية حلوة أنه صارت على الكهرباء فولي إلكتركل جدسكي ما بقى بتسمعي صوت نهائيا يعني كل شي في ضجي ومشاكل تلوص وريحة حتى اللي عب يسبحه رح يظلوا يشموا ريحة البنزين ريحة الحريق ريحة مع الإزعاج هذا كله ما بقى في منه في صوت الموجات بس أو صوت الميات صحيح صوت الميات فعبتستعمل أكيد بطارية وإذا بدك فيها تكون على البروبان على الغاز يعني كمان أخف تلوص من البنزين هذا هذا نقل الووتر كرافت البي دوليو سي بكل بساطة ووزنه بأنه كتير كبير ووزنه حوالي 127 كيلو وكمان فيك تعرف كل شي مواصفات عنه يعني مش مواصفات بالتحديد فيك تعرف كل الأمور اللي انت بحاجة لإلى قدي فيها تشريج بطارية قدي في بعض تمشيك لأنه بالمبدأ بالبطارية اللي فيها تمشي 45 ديئة عندها باك بطارية كمان زياد يعني واحدة 6 كيلو وات والباك هو 3.3 كيلو وات مع هل بالطريتين قدرت توصل إلى الساعة شهر الإكسبرينس مختلفة يعني كليا عن جد بلا صوت وتخيل لأنه فيك تعمل نفس الأمور مع تارك عالي ومع سرعة بعد الناس يمكن لا مضموط الصوت من ضمن الإكسبرينس ف عبتقدر تصل إلى سرعة 74-75 كيلو متر بالساعة وهي منى قليلة يعني على الماء وطارك كتير قوي بينطلق من الصفر بكل قوة بكل زخم لحظ يقدر يعمل لوب يقدر يلعب فيها مثل ما عادة تستعمل لها التي تستعمل على البنزين وإذا لحظ هالتابلو تبعها يعطيك كمان كل المعلومات زيادة عن وبالكهرباء توصل على البيت بدأ 90 دقيقة تكون تشرجت نايس حلوة اسمها جراتس اكس وان الفكرة أنه هلأ بلشت أو قرب فينا نقول موسم البحر ففكرة كتير جديدة حلوة سعرها مش كتير ما بعرف إذا غالي ولا لا بالنسبة لقلة بس عم نحكي حوالي 18 ألف دولار وأنا مبارف هذه صرنا راح ننتقل لفكرة تانية لطريقة التنقل وهذه الفكرة نحكي عنها وعمل تستات كتير عم نحكي عن فكرة هايبر لوب كنت حكيت عنها من زمان كيف نجرب ننقل فينا نقل كونتينرز أو البضاعة الموجودة على البواخر من البحر للبور التي تكون سريعة وكمان هلأ بلش يشتغلوا عليها من البور للمدينة من المحلات بالمدينة الفكرة الجديدة تطورت تطورت لأنه ستصير إذا تتذكري أو نشوف مرات بالأفلام هل مثل قيلت شفط هي تيوب بقلب هالتيوب نحط كابسول والكابسول تنشفط بهذه السرعة سرعة كتير عالية هاي دي الفكرة والحلو فيها أنه عملوا هلأ تستات عم نحكي هون عن تستات بحد لاس بيغاس بسحراء نيفادا عملوا خمسمائة متر من هالتيوب لحتى يعملوا تستات عليه لأنه بالوقت الحاضر أول حدا رح يكون عنده يعتقد هو إمارة دبي ومع اتفاق أكيد مع عدة دول لتصنيع ويصير ويستعملوها حتى للأشخاص يتنقلوا من مدينة لمدينة هي الفكرة هين بتتذكر هلأ أو قبل شوية حكيتوا عن قديش بتكلف قصة عجية السير قدي بتكلف ملايين أو أكيد ملايين دولارات أو أكتر فهي الفكرة كمان عملوا عليها تستات مثلا إذا عم نقول عم نتنقل من دبي لأبوضبي عنا حوالى 139 كم اللي بتاخد تقريبا حوالى الساعة ونص إذا ما في عشرة تسير بهالطريقة ممكن نتنقل بـ 12 دقيقة فتخيل قدي الفرق وقديش في أقل السهلك بالوقود بالسيارات بالوقت وقت حقه مصاري أكتر صحيح هذا اللي بنقال لأنه بيها حاجة السير وحتى نعرف أنه هالطريق تنعتبر بين دبي أبوضبي بيقطع عليها أربعة تليف سيارة كل يوم هالسيارات معها جاءة السير الخسارة في نقول الاقتصادية تبعها 800 مليون دولار والتي هي قيمة كتير كبيرة فالفكرة بعد ما يعملوا التستات سيبلشوا بهذا التراك بين نص لـ 2017 لدينا بالوقت الحاضر مجال أو فكرة جديدة لكيف نتنقل وعندنا أكيد سيصير تنقل بالوقت الحاضر بين دول الخليج أول شي فرح يكون لدينا بالمنطقة هذا الاتراك الـ 500 متر سيعمل عليها أو بلش بعتق يعمل عليها تستات بصحراء نيفادا هذه طريقة جديدة للتنقل هي قريبة من سرعة الصوت وتقدم تخاف الشحنات على الطرق صحيح مع كل العجاة السير و المصاريف ستكلف كتير هون عم نشوف كيف رح يكون ممتد هالخط يعني عم نحكي مصقة أبو دبي دبي ضوحة منامة كويت رياض مكة والجدة رح تكون كلها موصولة ببعضها بهال هايبرلوب وبوقت إياسي رح تصير يتنقل بأول فترة البضائع كل شي بضائع وتاني شي رح يكون للأشخاص يتقلوا ويسافروا آخر خبرية خبرية شوي فينا نقول مديكل عم نحكي عن السمع نعرف من احنا وصغار انه ما تعلوا صوت كتير ما تحطوا اشي بالدينة هني اللي بقلقتوا الموجات الصوتية ويحاولوها للأحصاب لتوصل على الدماغ لحتى نقدر نسمع مضبوط الفكرة انه عند الانسان ما بيتجدد مثل ما كنت عبقول بينما في حيوانات في تيور وحيوانات برمائية تتجدد عندها هالهير سيلز بما انه اكتشفوا هالموضوع عب يجربوا كمان للانسان ليش لا ياخدوا العينات من الحيوانات ويشوفوا شو اللي بيجددون ويكونوا عب يستعملون للانسان شو السبب انه بيتجددوا عند هال انواع من الحيوانات يشوفوا اذا بيقدروا يعملوا هالشي نفسه عند الانسان وبهالطريقة لكل شخص بيفقد سماعه ويرجع عن جديد يسمع اكيد يعني ضروري يكون في خبر طبي بتكنولي خبرية حلوة كتير على كل حال خبر عاجلت السير هو طب كمان لانه وانتبه بحيبال شو التسات على الانسان بحوالي السنة ونص يعني ما بقى كتير بعيد الخبرية وعندك كل الزممير كمان يلي عم تقزي السامعة معك حق تانكيو فادي افنايس داي وقفة هلأ ونرجع من تباعنا وياكم ألايف خليكم معنا